اشتركوا في القناة رد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كلمة واحدة قالها سيدنا عقبة بن عامر ما النجا ما النجا وكأننا نقولها الآن ما النجا كلنا نقول كيف نخرج من هذا الوباء من هذا الابتلاء بأقل الخسائر فكان رد رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل عقبة بن عامر امسك عليك لسانك الزم بيتك وابكي على خطيئتك نقف عند الثلاث نصايح دول الثلاث إضاءات والوامضات الجميلة امسك عليك لسانك يعني احنا دلوقتي جالنا هذا التقاطع الاجتماعي مش التواصل الاجتماعي كل واحد بتعني عليه فكرة مصاب مش عارف فين المستشفى ما استقبلتش اصلي فيه ناس مش عارف كل كلام بينشر شائعات وينشر فتن وينشر نوع من الزعر في أرجاء المجتمع انت لا طبيب ولا متخصص ولا انت مريت بالموضوع انت قاعد بتتلقى وللأسف الشديد فيك تاقب الالكترونية بتحارب بلدك انت مش اخد بالك بتردد وتشير وتعمل كومنتات ولايكات لحاجات انت مش عارفها ومش مستوسق منها فراغ حولتو انت لحالة سلبية يبقى امسك عليك لسانك لا تقول شيء او تكتب شيء انت مش مستوسق منه او الحقوا المكان الفلاني فيه كذا الزعر اللي انت بتنشره ده حرام عليك النقطة التانية النصيحة النبوية التانية الزم بيتك الزم بيتك اللي احنا بنقولها دلوقتي كل الأطباء بيقولوها وكل العلماء بيقولوها ان هذا الوباء يعني علاجه الاول خليك بالبيت الزم دارك الزم بيتك هتروح فين طول ما انت لازم بيتك ولازم دارك هيبقى انت نسبة تعرضك لهذا الوباء محدودة تماما ونسبة ان انت تنقل الوباء او تاخد الوباء بالاختلاط معدومة بإذن الله يبقى دي النصيحة التانية النصيحة التالتة ابكي على خطيئتك كلنا 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 عارفين ان احنا احنا مش ملايكة وكلنا فينا اخطاء وكلنا عملنا كتير من الاشياء المرفوضة والاشياء اللي يعني نعاقب عليها لانها تخالف تعاليم دينا بحكم يعني النفس البشرية بحكم يعني تعرضنا لضغوطات الحياة كلنا بشر بشر والبشر خطأون لكن العودة الى الله هي اسلم حاجة نعود الى الله بالاستغفار فالاستغفار واحد من الاسباب الرئيسية في مكافحة الوباء متى حل ومتى كان نستغفر ربنا نلزم بيتنا وكمان نمسك لساننا ساعتها هتمر الازمة بأمان وتحية مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا